كل شيء في العراق متوقف أو متلكئ على أقل تقدير إلا عجلة الفساد فإنها تدور وتكبر بعلاقة طردية مع الواقع السياسي المتأزم فإضافة للرشاوة والمشاريع الوهمية وتبيض الأموال أتت الصدوة على عقارات الدولة كصفحة أخرى تضاف لسجل الفساد الحكومي الحافل في البلاد صحيفة الشرق الأوسط كشفت عن سيطرة أحزاب سياسية وشخصيات متنفذة على ألف وثمانمائة عقار تابعة للدولة في محافظة بغداد وحدها ومن ثم نقل ملكيتها بعمليات تزوير واسعة في دوائر التسجيل العقاري الصحيفة نقلت عن مدير قسم التخطيض في الوزارة مهد النعيم قوله إن ضعف القانون هو السبب الرئيس لعجز السلطات عن استرجاع تلك العقارات المتضمنة قصور رئاسية وعراض زراعية سيطرت عليها شخصيات وأحزاب سياسية بطرق غير قانونية في بغداد الصدوة على عقارات الدولة لم تقتصر على بغداد وحدها فمحافظتها النجف وكربلا كان لهم حصة أيضا بإقرار المعني الأول بالقضية فهذا رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري يكشف مقرا عن استلاء جهات نافذة على أراضي وعقارات مملوكة للدولة في كربلا والنجف تقدر قيمة المائة متر منها بنحو عشرة ملايين دولار من خلال تزوير بعض الموظفين في دوائر السجل العقاري واستندات الملكية لتلك العقارات لم ينتهي الأمر عند الاستلاء فقط فما يستعصى أخذه يمارس الابتزاز على ملاكه فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن الأحزاب الحاكمة والشخصيات المتنفذة مارست عمليات ابتزاز وتهديد ضد عائلات مسؤولين سابقين وسيطرت على ممتلكات وعقارات بربع قيمتها الحقيقية وأحيانا بلا ثمن وصفا ملف عقارات الدولة بأكبر ملفات الفساد في العراق بعد عام 2003 ذلك العام الذي وعد فيه دعاة الديمقراطية الشعب العراقي بعيش الرغيد وحياة فارهة فتحقق الوعد مقتصرا على المسؤولين أنفسهم بينما يظهر حال العراقيين القدر الكافي للتفريق بين زيف الواعد وقلة حيلة الموعود